اشتركوا في القناة مساء الخير دكتور مساء الخير دكتور على فكرة دكتور استيلا كنت بكلمها من كم يوم تشتغل كتير قوي 14 ساعة في اليوم أكيد هنا الدكاترة كده يعني أنا عايز برضو بيستيلا مش هدي لي معدومش حد مثلا في طب أو دكتور أو كده هنا شغل الطب صحيح بيجيب بلوس كتير ولكن تقريبا وقتهم كله في الشهر في المستشفى على كل مهنة طبعا كتير نبيلي دكتور استيلا وجودك معنا اليوم خاصة بها الشهر شهر أكتوبر يلي هو التوعية بمرض سرطان الثدي يلي بيسيب النساء بالأكثرية السؤال الأول هو رابط ما بين سرطان الثدي وأمراض القلب هل في علاقة معينة بين هالمرضين؟ أول شي شكرا لاستفاة تكون قريبا للحقيقة مظبوط فيه مش بين المرضين مش بين مرض السرطان الثدي ومرض القلب عند النساء بل طبقا للعلاج يلي معطيه لمرض أمراض السرطان الثدي معقول القلب يتأثر كعارض جانبي للعلاج الكيمو السربي الكيميائي يلي منعطيه هيدا مش حيالا دواء يعطى كلمة المرض السرطان الثدي معقولي أدي لأمراض بالقلب بس فيه كيم دواء معروفين وهني بالإجمال أمرأ الأطباء المتخصصين بيتنبعوا هالأمر فبيهمني يعني من نتيجة الحديث ما يكون فيه مخاوف وتجنب أنه المشاهدين يتجنبوا العلاج الكيميائي لمرض السربي اللي هو مهم وإلزامي حسب إرشادات الطبيب المتخصص بس بهمنا نعقل لهم أنه من إحدى العوارد الجانبية لهالأدوية اللي هي كتير أدوية قوية معقول تضرب القلب هالمرض الطريقة اللي بتضرب القلب معقولي يكون بعد أشهر بعد بضعة أشهر من تلقي العلاج الكيميائي أو بعد سنين طويلة يعني بتكون الستة تلقيت العلاج لمرض السرطان الثدي وما بها شيء وبس عم تلاحق وإذ بتلاقي إنه بتبلش عند عوارد كيف يتأثر القلب مثلا بالعلاج؟ هو أكتر شيء من شوف بيصير فيه ضعف بعضلة القلب يلي بتودي ما بنسميه وفيه كمان أوقات من شوف نوع من يعني بيصير فيه مشاكل بدقات القلب عدم انتظام وهو دي بيكونوا أسر يعني أعطاء المواد هالمواد كرمال للمرض السرطان الثدي استال خلينا نفوت شوي صغيري بأمراض القلب ولكن نركز شوي على شق المرأة يلي هو بالفعل يعني محمد متل ما كانت استال عم تقولي تحت الهواء إنه كل ما بنشوف دعاية لتوعية من أمراض القلب عطل ما بنشوف صورة رجل كأن المرأة هي معفية أو معصومة عن إنها تصاب بها المرأة خبرينها شوي صغيرة ما هي أمراض القلب اللي ممكن تتعرض لإلى المرأة شو هو الرسك فاكتور ويعني ما هي طرق العلاج أمراض القلب يلي بتصيب المرأة هي مثلها على قدم نسواء مثل الرجل معقول الاختلاف الأكبر هو إنه منشوفها الأمراض على عمر أكبر نتفي من يلي منشوفهم عند الرجل يعني جمالا مرضانة هن الرجال بيكونوا أربعين وما فوق بينما النساء منشوفهم أكتر بالخمسين وما فوق بس هون بيصير اللغط عند المجتمع عامة أنه هذا ما بيعني أنه المرأة محيدة عن هذه الأمراض وهذا الانطباع سائد لدرجة أنه صار فيه إهمال من قبل النساء وخصوصاً نساء العربيات هلأ بشرح لك إنك أنت بسياء الحديث لاي فيه إهمال من أنه يهتموا بهالناحية وأنه يهتموا بالناحية تجنب هالأمراض الأمراض هي فيه معقول الدبحات القلبية بتصيب على قدم من سواء المرأة مثل الرجل أمراض هي يلي تعرف بأمراض كمان عدم انتظام بدقات القلب يلي منعرفها يلي المريض يلي يكون عم بيحضرنا هلأ كتير بيعرفها وكتير بيعيشها لأنه بحس فيها فيه أمراض كمان تضخم القلب وضعف القلب بيصيروا بتشوفوا المريض بالمستشفى مع بيين روئيه ماء أو إجري بيورام وما بيقعد يقدر يمشي لمسفات طويلة بيصير يديق نفسه وبالإضافة إلى يعني كل السلسلة اللي عندنا ياها للرجل موجودة كمان عند المرأة بسي زي المرأة تتجنبها يعني هل في سن معين مثلاً لابد إن المرأة تعمل تشيكب على القلب زي ما بتعمل تشيكب على كل حاجة تانية يعني مثلاً أو إجمالاً بعد سن الخمسين أو خمسة خمسين المرأة معرضة مثلها مثل الرجل بل أكثر من الرجل رح أعطيك بعض الأمثلة المرأة السبب الأول للموت عند السيدات هو أمراض القلب ليس أمراض سرطان السدي وأمراض سرطان الرئة بل أمراض القلب وهذا الشيء ممكن ما كتير معروف أو واضح بي ذهن النساء عامتاً هل هناك أبحاث مثلاً؟ هناك أبحاث هناك أبحاث بتقول فيه مئة وخمسين من أصل كل مئة ألف حالة موت عند المرأة هني من وراء القلب كمان على عامة النساء خصوصاً يلي فوق الخمسة وخمسين إذا بتطلع على شريحة هالنساء ومقابلة شريحة الرجال الخمسة وخمسين وأعلى بتلاقوا العدد العدد يعني بالرقم النساء يلي مصابين بأمراض القلب هني أكثر من عدد الرجال يعني عندك خمسمة أمثلة ما فيها التعتيم الإعلامي يعني عن جد ما نسمع كثير بتوعية لأمراض القلب متعلقة بس بالنساء عطلنا شو في الرجل ليه؟ أولاً لأنه لأنه كل الدراسات بتقوم إجمالاً تشمل تشمل 60% رجل 40% نساء يعني الرجل دائماً عليه لأنه بفاك وهذا الشغلة الأول الثاني شغلة من إحدى أهم العوارد يلي بتودي مثلاً لدبحة القلب هني طبعاً ما عليش يا دكتور فإنه هناك سؤال دائماً بسمعه من الناس كتير سواء الرجل أو سيد تقول لك أنا أحسس أنه يعني قلبي ضعيف أحسن أنا في وجع آه في وجع هنا في بين ألم هنا في نغزة هنا في كده هل ده كفاية إن أنا أروح أعمل تشيك أب أو أروح للدكتور للقلب وأشوف ولا ده بيبقى نتيجة أعراض أخرى أعراض لأمراض أخرى هيا ده سؤال كتير مهم بس هحاولوا على المرأة ام يعني هل المرأة مضبوط برفع نعم أوقات كتير أنا بحس أنه ضروري إنه تلفن طبيب القلب لا ضروري أعمل أيكوكارج يجورام أو شيء ننتجة إلينا راح جيوبهم بطريقة تانية أول طريقة إنه دايما إذا في شي زاعج السيدة لدرجة إنه عم بتفكر فيه بأكتر الأوقات شو ما كان يعني ما هو حد ما يستحق أو يخافه وتصل بحكيمك أو تحري هلأ في عندنا كتير انترنت وأكسس وكذا يعني كونك مرأة ما بيعني إنه تتجاهلي هالموضوع على فكرة بس خلوني استطرد في كتير في أبحاث عملت على إنه المرأة بتتجاهل عوارضة أكتر من الرجل وهي إحدى الإشياء اللي بتود إنه عدد الموت من نتيجة القلب عند المرأة أكتر من عدد لأنه بتتجاهل العوارض أكتر لأنه يمكن المرأة كمان استالع طلب تكون مشغولة ولكن إحنا هلأ نشغلنا بالحديث معك وفي معنى اتصال من عزيزة من نيويورك مساء الخير عزيزة أهلا مساء نور إزايك ريزة وإزايك أسف حمد أهلا أهلا مساء أنا النهاردة بس عايزة أقدم تعزية الأول طبعا للأخ موسى لأنه هو يعني 17 سنة طبعا يعني أنا قلدي معاه وأنا هو والد وعليلتي وكل كمينيتي يعني طبعا يتطره ويكون في فتح جناته بإذن الله آآ وثانيا أنا عن طريق برنامج القصر عايزة أشكر القنصلية المصرية النهاردة كان في الرقم القومي إن المصريين يقدروا يطلعوا الرقم القومي أنا روحي السابور كان كبير جدا آآ عندهم أكثر من 300 نفر السفارة بأذن الغيب دلوقت السفارة ممكن تكون شغالة آآ آآ أعدوا الغيب الساعة خمسة ما كانش حد كان اللجنة جاية كله شغال على الشغالين بصراحة وبيحاولوا يقدموا خدمة على قدر استطاعتهم إن كان بقى المصري يقدر يخرج يعمل الأوراق أو معمال كانوا بيردوا علينا بكل لباقة أو بكل بروفاشنال يعني أنا بقيم أن أنا أشكرهم جميعاً حاجة مدام عزيزة الحاول دلوقتي مثلاً أو أي حد يحاول أنه يطلع الباسبور بتاعه ويروح المكان يطلع منه الباسبور الأمريكي وإنه يطلع الباسبور مثلاً يروح يشوف هلاقي التابور بيقعد من الصبح لحد بالليل لساعة تمانية وتسعة بالليل فإحنا لازم نعذر لأن اللاجنة دي بتيجي لوقت محدد وناس كتيرة بتبقى فإحنا مش مهم نقف في التابور شوية ناخد اليوم أجازة نطلع رقم قوية مدام عزيزة في عندك سؤال معين متعلق بأمراض القلب أنا بطراحة كنت بشكر القنصلية عن طريق اعتزازي بيهم وأشكرهم أشكرهم 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 وإحنا بنذكر القنصلية المصرية ومكلوش ومصلوش وعملوا كل ما في استطاعي وإحنا بنذكرهم ونذكر سعد سفير أحمد فاروق على المجهودات اللي احنا شعارين بها خلال فترة ستة عزيزة شكراً على اتصالك ولكن تابعها الفقرة مهمة جداً تنرجع مع دكتور استال طراباي حكينا عن النساء اللي ممكن يتهاملوا بموضوع تشخيص مرض القلب منشن هيك يمكن هيدا سبب كمان لعدد الوفيات شو هو دور التدخين والكحول بمرض القلب عند المرأة؟ التدخين عنده تأثير سلبي ضعف ما عنده عند المرأة وكذلك الكحول مقارنة مع الرجل يعني؟ مع الرجل عفوا فبالتالي على المرأة وخصوصاً بحوالي عمر الخمسين وما فوق أنه تتنبه أنه الكمية اللي إذا بدأت تشرب بدأت تكون نصف ما يشربه الرجل يعني حتى لو كانت نتنا بقوله باللبناني على صحة السلامة خمسين وما فوق المرأة لازم تبلش تنتبهها أكتر على الالكوهول انتك تبعها الآن اقعال على سلوك بحيال على عمر المرأة قدرتها على قدر الجسم على استيعاب والكحول أقل والألبس الكحول والتدخين عندهم تأثير على عدة أعضاء غيرها تنينتهم غير مستحبين من قبل ونوعية الأكل بالديها بتأكله عربية المحيط 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 البحر المتوسط المتوسط هو البيض كثير صحي ولقوا من أحلى البيض الكرميل لكن المشكل أنه وقتل ما تعمل أكلنا فينا ندعمه، ننزع بالمسمينات والزيوت اللي عم بيحكوا عنه المديترانيان دايت هو لأنه منحط خضرة كتير بأكلنا زيوتنا زيت الزيتون لأنه عمنا مناطق فيها زيت الزيتون بس مش عم بيحكوا عن حلوياتنا عن ففي لغط أو يعني الفول الفلافل مش البقلاوة والكنافل يعني مش أنه ناخد الموضوع بالإجمال ونبلش نفتحها في أوقات لغط أنه نحن بس مش أكلنا يعني مائدتنا كلها مائدتنا كلها فيها فيها كتير خطر للقلب ومشان هيك فيه بالعالم العربي نسبة بداني ونسبة سكري وبالتالي نسبة عوارد قلبه وبالتالي بدي أرجع لسؤالك أنه شو هن اللي بيقدوا للشو هن الريسكس فاكتورز الريسك فاكتورز هن الضغط هن السكري هن التدخين سترس من إحتى كمان العوارد المعقولة تأدي لأمراض القلب أكيد الجنات ومشان هيك نحن في عنا مثل محيط جنات بالعالم العربي مليان من الأشياء اللي بتأدي للأسف الشديد وغير جنات بالنسبة للمرأة في عندها أسباب خاصة فيها يلي هن مثلا رح أذكرهم بطريقة مقتبسة مثلا تكيّس المبيض في مرض تكيّس المبيض يلي هو شائع جدا عند المرأة يلي معقول يسبب له مشاكل بالعادة الشهرية بالعادة الشهرية معقول يسبب له مشاكل بالشعر إما فقدان الشعر إما كثرة الشعر على الوجه هيدا ريسك فاكتور لا هيدا ريسك فاكتور بيقدي بدوبل يضاعف يعني يضاعف خطر شو هنالكلمة بالإنجليزية دفتار؟ بوليكيستيك أوفري سندروم بوليكيستيك أوفري سندروم يلي عنده المرض فرضا نعرف إنه لاحقا في عنده ضعف إمكانية عن السيد اللي مثلا ما عنده هالمرض إنه كثير عنده مشاكل بالقلب طيب بهك حالي مثلا الطبيب المختصي اللي عم بعالج السيدة كرميل هالمرض هل بيعطيها توصية إنه تروح تشوف طبيب متخصص بأمراض القلب؟ ما فيش داعب بوقتها بيحط لأنه هالمرض بيحطها إنه ريسك يعني بمنطقة خطرة معقولة بعدين توديها بس اللي بيعملوا إجمالا أطباء اللي انتون من الطبة الداخلة أو طبيب النسائية اللي بتكون عم بعالجها هني بيرقبوا مثلا السكر تبعها بيرقبوا الدهون بالنسبة الدهون بالدم لأنه بيعرفوا إنه هي على خطة أسرع إنه توصل لأمراض القلب من غيره فبموجب هالوي آي بأنه بنرجع لقصة الوي آي إنه واحد ما يهم الحاله لحديث ما يوصل للمرض نتنبهوا للأكل اللي عم ناكله نتنبه للأكل مهم بس أكل كمان بس في عندنا مثل ما قلتلك عندنا بالعالم العربي جينات جيز أحياناً بيبقى أحياناً بتروح للدكتور القلب وبيكشف على المريض أو بيكشف وبيقوله ما عندكش حاجة خالص والقلب كويس وكله تمام ولكن بيمضي على ورع فلاك إنه هو دلوقتي هو كويس بس إلا أنا معرفش ممكن بعد يومين ثلاثة يحصل أي تغيير يحصل فده ممكن فعلاً يحصل تغيير السريح كده مرة واحدة في القلب إنه هو ينهار مرة واحدة أو زي ما ليت بتقول أحياناً لما بيكون فيه مثلاً وجع هنا أو كده فيه مثلاً طريقة إن أنا أعرف أشوف أعراض القلب على نفسي وأقدر إن أنا أعمل حاجة أنقذ نفسي لمدة فترة يعني معقولي مثلاً أنت أنا كان من رجع أولي بالسؤال محمد بموضوع عمر يلي توفى معقولي إنه عمر كان عنده عوارد معينة ومنتبه لغض النظر عنه لأنه بحكم صغر سنه والواحد ما بيفكر وهي كانت مؤشر لإمكانية إصابته بمراك هو أكثر من سؤال ده يعني أكثر من سؤال السؤال الأول اللي هو ممكن ينهار مرة واحدة السؤال الثاني إنه هو لو حصل إيه اللي أنا أقدر أبص عليه لو فيه ناخذة هنا ناخذة هنا لو كده إيه اللي أنا أشوف هل الأبليكيشنز اللي طالعة جديدة على التليفون دي فيها البالسز أقدر أستعملها واشوف النبض دي لو عالي أمراض القلب فيها نوعين اللي هي بتصير فجأة والأمراض اللي مزمنة صار فيه مشاكل مشكلة فوق مشكلة مشكلة بيتراكموا مثلاً لناخذ وبقت نحكي أمراض القلب يعني عم نحكي عن عالم كبير لو أخذنا مرض دبحات القلبية ممكن ممكن حداً يروح عند حكيم قلب يكشف عليه ويلاقي إنه ما قاله بوني شي بمشي بركض بعمل مجهود ولا أشعر بيشي بقلو نطلع ساعته نحنا على برجع جديد على هالريسك فاكتور تلكون علي نطلع أدي عمره باي و أمه مناح كيف ماتوا عندهم مشاكل بالعيلة نرجع نطلع في عنده سكرة في عنده بدانة وهم شي بدي أذكر هون بالبدانة هي البدانة الوسطية يعني الحوالي الخصر الكرش يعني أنا مكلم عني الكرش إن شاء الله يكون جوزة يعم بيحطار الكرش هل يترى عنده ضغط هل عامل الفحوصات وعنده مؤشرات بقلبها الفحوصات الدم مثل السكرة يعني بتطلع بيقولوا على الحفة أو أو اللفل طبع الدهونات عالي شوي ثم نجمع كل هودة نقوله صحيح أنت هلأ ما عم تشعر بشي بس في عندنا نحنا فحوصات ممكن نشوف ممكن نميز ممكن نميز إذا هالشخص فعلا آمن أو يعني ما أنه هالقد آمن ونحنا بحاجة نتطلع أكتر وهون دور أطباء القلب أنه يواجه هالمريض نقوله حسب حسب أنت خلفية اللي عندك إيها لا بأس ما عندك عوارد ما عندك أي خلفية ممكن يعني تكفي حياتك طبيعي أو ممكن نقوله حسب خلفيتك وحسب وزنك وشكلك وعمرك وكذا بدنا نحسن بأدائك وبتصرفاتك بتصرفاتك يعني في القلب ممكن يكون ما فيش حاجة خالص ومرة واحدة يحسن انهيار حتى حقلك أكتر من هيك معقولي نعمل كشف علىه ويحصل انهيار ويحصل له دبحة قلبية بعد جمعة لا لأنه الطريقة اللي بتصير فيها الدبحة القلبية هحاول فسرة بأبسط أبسط ما يمكن الدبحة القلبية بتصير من وراء تخثر إذا بدك الشريات الشريين بالقلب سو هالشريين بالقلب بيسمك بالدهون وال يتصلب وبالإضافة إلى الدهون بيصير في بسداء على مدار الوقت على مدار الوقت لكن هال يلي منسميها مثل رؤعة هالرؤعة رح سمي لكم فهالرؤعة يلي على مدار الوقت تتكومت معقولة تنكسر فجأة ففي رؤعة ثابتة ورؤعة غير ثابتة في كتير بمجالات الطب طريقة انه نقدر نميز بين رؤعة ثابتة ورؤعة غير ثابتة بس طرقنا منا كاملة فمشن هيك معقولة نحنا نكشوف نلاقي عندها المريض كل الرؤعة ثابتة ونحنا أشتر فيها انه نشوفه عند مريض ما بيحس بشي منلاقي له منقلك في عندك كتير رؤعة بس ثابتين بس ما بقدير اوقات نشوف الرؤعة الغير ثابتة ما عليش احنا ديها اتوصلات كتيرة ما ناخد بس سارة من نيويورك بفضلي مساء الخير أستاذ محمد أهلا مساء النور في البداية بحب أشكر منك انت والستريتا على الأشياء الحلوة والقيمة والمفيدة اللي بتأتموننا إياها وفي عندي سؤال للدكتورة دكتورة سامعتيني مساء الخير مساء النور في عندي حالة اني انا ما بقدر انام على جهة القلب حقيقة انا هاي الحالة شغلتني بس الحمد لله يعني من خلال متابعاتي مع دكتوري ما عندي اي عضو في القلب ما عندي ما باخد اي علاجات بتخيل حالة انا شغلتني يعني سارة سارة ما بتقدري ما بتقدري تنامي عميلة القلب بس تنامي على جنب الشمال بتنوجعي او بدي نفسك شو العوارد بتخيص فيها دكتورة مش متخيلة لما بنام على جهة القلب يعني قلبي بحس انه بدي يطلع من صدري دقات القلب عندي بتبير تسارع ام 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 ايه وصل السؤال اه دكتورة تجاوب على حالاتك تفضل شكرا شكرا سارة شكرا استاذ محمد شكرا هلا اه في حالات متل اللي عم تصفها ممكن متعلقة بالقلب وممكن كمان متعلقة بطريقة التنفس نحن ونيمين في معقول يصير فيه ديئة النفس حسب الوضعية اللي منتنفس فيها فوقت المعقول اللي وقت البدي يطلع نفسها وهي ونيمة وقت البتخفى بيقل نسبة الاكسجين بفترات صغيرة مش عم منقول لح تختني يعني لدرجة انه هي بتحش بالقلب فوقت اللي بيقل الاكسجين بهالفترات الصغيرة معقول القلب ساعتها اللي انه وقت بيقل اكسجين متل اي عضو تاني عم بدي يعني عم بيعاني ومتل اي شي تاني بده اكسجين بدمنا فبالتالي يلي مهم البنصحة فيه هو انه تشوف اذا تبدا طبيب يلي هني اكتر شي الرواية بيهتموا بهالموضوع حتى يفحصوا تشوف اذا عم بتنام مضبوطوا طريقة نومة اذا عم بيكون عنده شي من السليب اپنية ام او بيكون عنده صح لانه اوقات وقت بتنام بطريقة ما بيطبقوا الهون بالطنسلز او بالمناخير فالرياكشن طبع القلب عم بيكون ثاني ويله شي تاني ولكن قد يكون كمان انه عم بيصير معك مصدر هو القلب وعم بتحس فيهم بالليل لانه بالليل فيه هدوء ويمكن عم تحس فيهم كمان بنهار بس ما بتنشعر فيهم لانه نحنا بيحرك داية ايوا هلا الارجح هي حسب ما قالت ست انه انه ما عنداش حاجة يعني الحمد ونافق انه راحت انت حكيم القلب وكشف له اذا من ناحية القلب كله كان يعني عمل لها في شي مسميه هولتر منتر منبعات المريض على مدة 24 ساعة او على مدة جمعة مع متل متل سلولر وفي متصل بالجسم وهالشي بيصير يريئب لنا بيبعث لنا بيرئب لنا نشوف مظبوط شو عم بيعمل القلب اذا هالشين عمل عملتي اولادية الي هو الهولتر منتر او الايفنت منتر وما بيان شي بالليل فبالتالي مصر منو من الالواني بكل الاحوال بكل الاحوال لانه دكتور استيل بنا ناخد اتصال تاني كمان بس بكل الاحوال سارة ما لازم تتغادى عن هالوضع وضع غير طبيعي انه تنام على جنبه وتحس بها الاحوال هيدا الجم هل مثلا الحركة كتير زيادة عن اللزوم في الجم؟ لا تتسابق انت والمشاهدين محمد استل طراباي بقي معك بطاحت الحلقة ولكن كلمة ناخد المشاهدين محمد من نيويورك مسال خير نصدق اتفضل اتفضل محمد عندي 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 سؤالين اتفضل شو سؤاليته؟ واحد من الدكتورة السؤال الاول الدكتورة والسؤال الثاني من الأستاذ المليا ادت مرار بالنسبة للمدير ادت مرار اتصل ما لاخش الخط والمدير بيقول هذا تليفيزيون العرب هذا تليفيزيون العرب وأنا بيحصل في بعض الحالات المديعين المديعين بيجوا في داخل التليفيزيون يخلوا في بعض الاشياء عن تليفيزيون العرب يعني ينخاجوا الى جامعيا لانه العرب كان يكونوا في البلدين انا عايزين نرفع منسة والجالي العربية لانو لايسا لابحادة الأمريكية السؤال الثاني للدكتورة ما هي العوارض التي تبدأ بالإنسان في مرض القلب؟ من أين تبدأ؟ من اليد؟ من الرجل؟ ما عليش وضح السؤال تاني؟ لا محمد ما هي العوارض تفهمي الدكتورة تفضلي دكتورة هي العوارض التي تبدأ بالإنسان أظن أنني أحسنت بأيه وقت في قلبك نعم حسنا شكراً 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 هو بالفعل يارات يعني هي شغلة وحدة شو سواء كان سأل 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 أستاذ محمد أنه من وين تبلش العوارد يعني هل تبلش من الإيد وترجع على الصدر ولا من الصدر بأعتقد هذا سؤال كثير من واجه مهم أنه أي عارض لازم ي ي يقلق المريض للأسف ما فيه شي مية يعني مئة بالمئة صحيح غالبية العوارد يعني غالبية المرض أو الزبحة القلبية بتبلش من الصدر واجع صدر كأنه شخص عم بيدوس على صدرك وبعدين بيتفشى أنه يصير تنيل باليد الشمال هيدا الأكتر شي معروف وشائع والأكتر شي طريقة اللي بيجي فيها المريض العوارد لكن هيدا تنقول 60% في 40% معقولة تبلش باليد معقولة بس تكون الإيد معقولة الفك هون بدي أسكر نرجع لحديث المرأة أنه النساء أكتر من الرجال بيجوا العوارد تبعهم بتكون غير مألوفة يعني بيجوا استفراغ بيجوا ديئة نفس بيجوا تنميل بالفك وحوالى الدينان بيجوا ورجع بين الظهر يعني أمثالي أي شيء غير طبيعي وجع راس أنا رح روح على الإنورجنسي وجع راس لا أي حالي غير طبيعي وجع راس لا خلينا نأخذ محمد من نيجيرسي المرضي نعم معاني محمد نيويورك تفضل محمد نيجيرسي 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 مساء خير مساء خير تفضل محمد محمد نيجيرسي أيوة تفضل هلو تفضل تفضل عن مساء يسعد لي المساء يسعد مساكن كلياتكن وخاصة الدكتورة من نورة أعلن وسأل سكرا عندي عندي أنا 2005 وصار عندي صار عندي ثري ستاند بقلبي عملت عملية مقصرة وصار عندي ثري ستاند نعم تفضل شو السؤال محمد السؤال اوكي السؤال للدكتورة انا من 2005 هلا عندي ثري ستاند شو اللي بيضمنلي انه يعني شو اللي بيضمنلي اوكي شو اللي بيضمنلي بالثري ستاند هدول قديش كم سنة مدتهم يعني يعني اوكي السؤال شوي طبعا شامل وأكيد الدكتورة يعني منا متطلع على الحالة طبعا محمد يعني بدقة عكيب بس فيك تجيوبة رح حاول أعطيك يعني نصيحة ورأي ولكن ما بيغني عن طبيبك اللي عنده ملفك الكامل بس بدي اذكركم انه كل المتاصلين رجال هلا هيدا كتير مهم لهلا نعم الحقيقة اللي عم بتقوله هن الستاندس معمولين اللي يدوموا مدى الحياة لكن الدوام طبع ستاندس يعني انت بعم تسألني هل ياتورة معقول يصير عند دبحة قلبية تانية ستاند ليه الدعمات دعمات دعمات وانك انت صرت اذا بدك بمرتبة اعلى من البقية العامة للشعب لانه سليزين تنتبه اكتر على الحمية طبعك سليزين تنتبه اكتر على ضغطك سليزين تنتبه اكتر اذا عندك سكري انك تحافظ على السكري وانك تاخد الادوية خصوص المسيلات طبع اللي يناعطو انه ما توقفن لوحدك اذا طبيبك قالك خليك عليهم لانه بالنهاية هذا معدن وبحاجة للادوية اللي مرافقة معه الستاند هو عبارة عن مثل ما قال دعامة فتحت لك الشريان اللي كان مسكر لحتى يقطع الدم عن جديد وتقدر تعمل اي نشاط ومجهود بدك بس السبب ياللي خليك تحط الستاند بالاول اذا ما هتمت فيه سيعود بغير محل نعم 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 نشكر اخر حاجة بس اثبرين يا دكتور ده المفروض ان الواحد بياخده ست او الرجل بعد سن معين بياخد اللي هو البيب أثبرين اخر مو يعني للحماية بتقصد شخص ما عنده مشاكل ما عنده مشاكل اخر يعني المعطيات بتخفف من أهمية الأسبرين ينعطى لأنه إذا عنده دار عنده دار عند المسن يلي فوق الـ 65-75 بس بنفس الوقت الأسبرين بيضر بالمعدة عم نشوف كتير حالات نزيف من بعد ما كان لفترة نقول أنه بلا خدوا أسبرين وماشي و 65 هلأ خفف منها صافي معطيات أخرى خلينا نشوف كل هالشخص بكافة معطياته قبل ما نقول خدوا أسبرين دكتور استيل طراباي أخصائية أمراض القلب شكرا على وجودك معنا على المعلومات القيمة التي أعطيتنا إياها نحن مشاهدينا سنطلع فاصل إعلاني ولكن قبل أن نفرجيكم الكليب غطتوا كامرة البريج من الألأيو مبنى الألأيو بمنهات والإفنت هو توقيع كتاب لدكتور نهلة ياسين حمدان ودكتور فردريك بيرسن وموضوع الكتاب متعلق بالأرب أبروش وطبعا كترة المشاكل السياسية ببلدنا العربية تستوجب مننا التركيز على طرق الوصول إلى الحلول بهالمشاكل السياسية والمفاوضات الموضوع مهم جدا دكتور نهلة ياسين حمدان ودكتور فردريك بيرسن من مبنى الألأيو بمنهات وهنرجع أيضا مع المطرب الجميل اللي أنا بحس أنه من غيره ما ينفعش يبقى فيه في نيورك ونينجيرسي وعلى مستوى يوروب مع توني ميرشو انتظرونا فإذن فاصل علينا ونرجع من كافي مشاهدين نحن موجودين بمبنى الألأيو لابنيز أمريكين يونيفورسدي تنغطي حدث مناقشة لكتاب من كتابة دكتور نهلة ياسين حمدان ودكتور فرد بيرسن الكتاب بتعلق بالوسائل أو الطرق لحل النزاعات في العالم العربي من خلال طبعا عدة طرق دكتور ياسين حمدان ودكتور بيرسن بيبحثوا الطرق اللي ممكن ينحل أو تنحل فيها هالنزاعات خلينا ننتقل ونشوف المحاضرة سوا محضر of war zones I know what does it mean people like to be communicated through and making one Inkums especially women are affected by war and now we see in Sudan in Libya women being sold as slaves as a tool of war instead of tool of peace as we've said and mediation is very familiar to the Arab world so I think that they could be a voice for these kinds of changes strengthening civil society دكتور نهلا ياسين حمدان شكرا على المحاضرة الحلوة اللي عطيتيا أول شي السؤال بيتبدأ للزهن من هي دكتور ياسين حمدان وكيف بلش اهتمامك بالعلوم السياسية وليش كتبته الكتاب شكرا لعطيتوني الشانس على الارت بحيك المشاهدين وانا خلقت بلبنان لبنانية اصد انا صاري عايش بمشي كن فوق العشرين سنة الارب ليج يجب ان تختار الاجتماعي من الاجتماعي من الاجتماعي لأنه لا يمكن ان تكون باستماعي لأنه لا يمكن ان تكون بيس هذا هو مجرد اخر مجرد من الارب ليج مجرد المشاهدين وانا اتحدث مع مجرده فتح الله وانا اتحدث عن مجرد المشاهدين مثل الامرات بحيك المشاهدين اشت بالحرب اللبنان طبعا وترعا راعد بالحرب الاهلية كنت روع على الجامعة او اتخبى في البلد حسيت بخوف انا برات بعيدة عن بلدي واشترا حب السياسة نهلة عيسين حمدان خبرنا شوي صغيرة عن دور المرأة بنظريك بالبجتمع العربي من خلال الأحصاءات اللي عملتيا المرأة على دور كبير ومهم بالحل النزاعات من كل الأسف أنه يعني بنشوف إذا بدأت على الواقع أنه 10% بس من الأرأة بالبرلمنت العربي الأرب بارلمنس هني عرب يعني بمثله 10% وطير ضائلة هالنسبة لأن البحث يقول أنه 10% إذا أقل من 10% بمثالين بالبرلمان يعني فيه 30% بمئة شانس أنه يصير حرب داخل هالمجتمعات وكمان للقوة العملية كمان قليلة أقل من 10% وشوي بلص مش كتير قوية كمان لازن نكون بغير متل بأتليس 50% حتى كمان يزبط البحث سواءنا هون مشي ستركشور نحن بالبنية الأساسية للمجتمع لازن نكون فيه توحيد تقريباً أنه على مشل المرأة لازن نكون يعني العمل معها على الأساس أنه هي مرايتس